سلام المسيح مشاهدين الأحباء مشاهدي قناة الحياة في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامتكم المرأة المسلمة والنهاردة برحب مرة تانية بضيفي الكريم القص عادل مالك راعي الكنيسة العربية المشيخية في أورانج كاونتي أهلا بيك حضرة الأسيس أهلا بيك يا أخت أماني ربي باركك الله يخليك وشكرا على كرمك معنا في وقتك وتحضيراتك والحقيقة أنه يعني الحلقة اللي فاتت كان فيه استجابة كبيرة من الناس وأسئلة كتيرة ويعني حست أنه فيه احتياج كبير أن احنا النهاردة بقى نركز على اللي ربنا ادهو لك من نعمة وشفاء وكلام عن مواضيع محددة في ما يخص موضوع الطلاق في المسيحية لأنه الحقيقة يعني وصلتني مكالمات كتيرة ورسائل من ناس عندهم صراع نفسي ويومي مع الأمر ده فإحنا منتظرين نسمع من حضرتك بس اسمحني الأول أعلق على موضوع هام جدا حصل الأسبوع طبعا 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 طيب اسمحوا لي أن أنا النهاردة يعني أخذ وقفة كده مع الجريمة البشعة اللي حصلت الأسبوع ده وهي مقتل ابن المسيح أخونا نبيل حبشي بعد ثلاث شهور و 11 يوم من خطفه واحتجازه في سينة بلده أرضه على أيدي الدواعش بيحبوش أبدا نحن نقول عنهم دواعش لكن هما ده بقى وصفهم المرتبط بالإيمان القلبي وحياتهم وأعمالهم اللي هما بيمثلوا فيه دولة الإسلام كما يعيشوها وكما تنفذ على أرض الواقع وتأثر على حياة كثيرين بيقولوا عن أنفسهم كده بكل فخر يعني بكل فخر بيقولوا الدراب وحزازي الرقاب كده بدون أي يعني شعور بأي تعاطف أي إنسانية أي يعني عقل يقول أنه حد يقول على نفسه أنا حزاز رقاب ويبقى فخور قوي بيها ومش بس كده بيوعيدوا المسيحيين دلوقتي في مصر أنهم حيكونوا لينا بالمرصاد في فيديو من إصدارهم مؤخرا يعني اليومين ثلاثة اللي فاتوا كده بيوعدوا بملاحم من الإرهاب ملاحم من الإرهاب يعني حاجة كده تبقى إبك يعني حاجة يعني ما شفنهاش قبل كده وبيقولوا بمنتهى يعني الثقة كده والفخر أنه هذه الملاحم يشيب منها الصغير قبل الكبير إزاي العبارات دي كلها تطلع من قلب إنسان يكون بيتكلم عن إيمان عن إله عن حاجة هو خصص لها حياته يعني أنا الحقيقة لما بسمع الكلمات دي وشوف أفعالهم بتعرف أو أنا يعني الحاجة بتيجي بزهني أنه قلوبهم ماتت من كتر الشر الإنسان اللي بيسلم قلبه للشر قلبه بيموت مشاعره بتموت بيتبلد يعني بيتشبعوا بالشر في الحقيقة وأنا يعني بشوف الفيديو اللي حصل فيه الأخ نبيل حبشي وكان فيه اتنين تانين كمان قتلوهم من سينة برضو في الفيديو ده الحقيقة أن أنا أشفقت عليهم لأنه أنت بتسمعهم بيستشهدوا بسبب إيمانهم قانون الإيمان الإسلامي بتاعهم هو سورة التوبة 29 وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر هي الآية دي آية السيف ده قانون الإيمان أن يكون محركك القتل والإرهاب والانتقام لإله لا يستطيع الدفاع عن نفسه ويقفوا على رأس ضحيتهم كده وهم بيصلوا على من أتى بالسيف رحمة للعالمين شايفين التنقض الرهيب يعني كلمات انعدمت فيها ملامح الإنسانية فيديو 13 دقيقة قتل، تهديب، تفجير، إرهاب، وعد بالقتل، تدمير ومش بس كده ده كمان بقى في رمضان وهم صايمين تقربا لله تنقضات رهيبة إخواتي التنقضات دي كتير منها عاشها لكن عايزة أقول لنازي واللي بتسمعنا النهاردة إن هناك مخرج في إله يعطيك حياة أفضل كثيرا من حياة الانتقام والإرهاب اللي نتيجتها كلها قتل ودمار حواليك أخونا نبيل حبشي كان تاجر ابتي بنا كنيسة في سيناء وكأي مسيح في مصر هو لم يحمل سلاح ولا يحارب حد لكنه يبني مجتمعه الفرق كبير بين من أتى للهدم والشر وإنزال الرعب في قلوب الناس ومن أتى ليعطي حياة وحياة أفضل كما وعدنا الرب يسوع أنا بصلي النهاردة عزاء لأهله وسلام لأهله وعائلته وكمان مصر كلها أولاد مصر الطيبين الأنقياء بصلي سلام على أرضكم بصلي معرفة المسيح تنظف وتطهر قلوبكم وحياتكم مع المسيح أخونا نبيل داك أفضل جدا في اسم يسوع حضرت الأسيس أنا أسفى أنه النهاردة يوم يعني كان لازم توقف فيه عند الحكاية دي يعني عادة أنا بيكون عندي دي فما أتكلمش في الإسلاميات كده لا أنا بشكر الحقيقة دا واقع على أرضنا والنهاردة كمان مش بس قضية أخونا نبيل والكثير من المسيحيين اللي بيعدوا بالقتل اليوم على أرض مصر من أجل إيمانهم دا قتل على الهوية زي الزكرة اللي احنا وقفين أمامها النهاردة والأسبوع دا بالتحديد هي أكتر من مئة سنة على مسبحة الأرمن يعني لو حضرتك عندك تعليق تفضل لا أنا اللي بشكرك لأن دا دا وقت مناسب جدا أن احنا نتكلم عن اللي بيحصل في الشرق الأوسط والفروق الرهيبة ما بين المسيح وأي حد تاني فأنا اللي بشكرك يعني على أنك أنت بنذكرينه بمن نعبده أمين لو حضرتك تحب تصلي من أجل الأخ نبيل وعيلته أخواتنا الأرمن اللي بيتألموا كل سنة في هذه الذكريات الأليمة يعني تفضل شور اللي أنا العظيم القدوس لكل الشكر يا سيد لأنك أنت يا رب اللي علمتنا عن طريق ابنك اللي جيه لأرضنا علمتنا المحبة والسلام معلمتنا الروح اللي بتحنوا على البشرية وعلى خليقتك يا رب يا رب بشكرك من أجل أنك أنت اللي بتنور عينينا وبتورينا الفرق بين النور والظلام يا رب بصلي بصفة خاصة من أجل عيلة الأخ نبيل أنت يا رب بإلمسهم بعزاء من عندك أنت يا رب اللي بنلجأ إليك في وقت الألم بنلجأ إليك وقت الحزن يا رب عزي قلوبهم عزي كل شخص يا رب فقد حبيب لي بصلي كمان يا رب من أجل إخواتنا الأرمن وهم بيتذكروا أكتر من مئة سنة على المذبحة الرهيبة اللي حصلت على أرضهم يا رب بصلي لأنك أنت يا رب اللي بنلجأ إليه وقت الألم الفضيع وقت الحزن الرهيب وبسألك يا رب أن كل شخص بيشاهدنا النهاردة أنك أنت تلمسه تعزي تشفيه وتساعدنا يا رب أن نكون فعلا يا رب ملح ونور كما كان وكما طلب مننا الرب يسوى في اسمه نصلي أمين يا رب نشكرك وأيضا نقدم غفران لكل من مد ياده بشر على أخواتنا ونطلب يا رب أنك تلمسهم لمسة خاصة اليوم طيب خلينا نعود بقى لموضوع حلقة النهاردة وحلقة النهاردة بعنوان الطلاق في المسيحية وجزء الثاني وماذا بعد الطلاق؟ ده سؤال مهم بيسأله كثيرين وسأله كثير من الناس خليني أذكركم أنه في الحلقة الماضية يقدم لنا القصة عادل الخلفيات الكتابية لموضوع الطلاق في العهد القديم وفي العهد الجديد ونقش معنا بعض الاستثناءات المرتبطة بالآيات اللي بتتكلم عن الزواج والطلاق والتفسيرات السعاد بتكون متطرفة في هذا الموضوع واتكلم عن كلمات المسيح المباشرة في الأمر وأيضا كلمات الرسول بوليس ورأي الرسول بوليس أنا بشجعكم قبل ما نسهب في الأمر ده إنكم ترجعوا تشاهدوا الحلقة دي علشان الربط بينها وبين حلقة النهاردة مهم جدا دي الأرضية المهمة الكتاب والأرضية المهمة لما سنتكلم عنه النهاردة عندي أسئلة كثير من المشاهدين أنا حجملها في مواضيع يعني مش هتكلم عن الناس بالخصوص ونناقشها مع الدكتور عادل التليفونات مفتوحة ليكم لكن أرجوكم تليفوناتكم تكون قاصرة على سؤال علشان ندي فرصة لأخونا القصعد لأنه هو يعني يسهب في شرح اللي ربنا وضعه لقلبك النهاردة ويعني أفتح لحضرتك المجال ومش هتكلم كتير لا لا من فضلك أطعيني وتكلمي وخلي المشاهدين كمان يسألوا علشان المناقشة تبقى حية أنا هبتدي زي ما حضرتك قلت إحنا نقشنا المرة اللي فاتت الآيات الكتابية سواء من العهد القديم أو العهد الجديد خليني بس ألفة النظر لجزء مهم قوي في كتابي وبعدين بعد كده نتكلم في الحاجات العملية بالنسبة للطلاق من احترامنا للرب يسوع خلينا نشوف هو اتكلم إزاي وقال إيه خاصة تفسيرنا لكلماته في الموعزة على الجبل نعم احنا من احترامنا للرب يسوع لابد ان احنا الكلمات اللي قالها نفسرها كمان مزبوط مش بس نقراها أنا مش بعني على فكرة ان نترجمها من اليوناني للانجليزي أو العربي فقط لكن نعرف شكل النص الأدبي نعرف ان احنا فيه بيننا وبين هذا النص ألفين سنة وبيفصلنا مجتمع عاشوا فيه بطريقة تختلف تماما عن مجتمعنا النهاردة وبتفصلنا لغة مش كلنا نعرفها حتى لو نعرف يوناني على فكرة هما اليوناني تغير على مدى الألفين سنة زي أي لغة تاني كل الأمور دي خلينا ان نشوف لما نقرأ كلمات الرب يسوع في الموازع على الجبل نفهمها ازاي واهم شيء ان احنا نحاول نشوف نفسنا في البداية خالص لما هو تكلم بيها ازاي المستمع الأول فهمه ازاي القارئ الأول فهم مدى لما كتب الموازع على الجبل دي نقطة هامة جدا في قراءة الكتاب عموما بالضبط كده فانا هقرأ بس عددين وبعدين هقرأ جزء تاني علشان نحطه في الضوء يعني ماتة خمسة واحد وتلاتين اتنين وتلاتين الرب يسوع بيقول ايه قيل ايضا معلش سمحين ان انا هقرأ برضو من الترجمة المبسطة لا ما فيش مشكلة اعتقد انها كمان الترجمة المبسطة هنا عظيم قيل ايضا اذا طلق احد زوجته فليعطيها وثيقة تثبت ذلك اما انا فاقول لكم ان كل من يطلق زوجته الا بسبب الزنا فانه يعرضها لارتكاب الزنا ومن يتزوج امرأة مطلقة فانه يزني لكن بننسى ان في جزء قبل ده في جزء ثلاث اربع اعداد حاجة زي كده اتكلم بي الرب يسوع هقرهولك ونشوف احنا ازاي بنفصل مع ان نفس النص بنغير تفسيرنا يعني مرة نعمل حاجة بنقول حاجة لقول ده المفروض يبقى تفسير روحي ومرة تاني نقول ده تفسير حرفي ازاي هقرهولك برضو ماتت خمسة بس من سبع وعشرين الى تلاتين سمعتم انه قيل لا تزني بتكلم برضو عن الزنا اما انا فاقول لكم ان كل من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه لذلك ان كانت عينك اليمنى تدفعك الى الخطية فاقلعها والقها بعيدا عنك فالافضل ان تفقد عضوا واحدا من جسمك من ان يطرح جسمك كله الى جهنم وان كانت يدك اليمنى تدفعك الى الخطية فاقطعها والقها بعيدا عنك فالافضل ان تفقد عضوا واحدا من جسمك من أن يطرح جسمك كله إلى جهنم السؤال بقى هل فعلا كلما النظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه إذا كان دا صحيح بمعنى أن كل مؤمن مدقق عايز يطبق الآيات دي حرفيا يبقى المفروض يكمل الجزء اللي بعده لذلك إن كانت عينك اليمنى تدفعك إلى الخطيئة فاقلعها وألقيها بعيدا عنك ليه مش بيشوفش رجالة أتقياء بيخلعوا عونيهم زي ما أوصى يسوع ليه ما بيفسروش التفسير الحرفي الحقيقة إنه دا حصل في الكنيسة الأديمة في بعض الحاجات لكن تلاميذ الرب يسوع ورجال الكنيسة الأولى خالص في القرن الأول ما طبقهوش عرف ما عملوش كده وقد يسأل سؤال شخص يعني يعني إن المسيح علم نفس الشيء في متة 19 وهو بعيد عن الموعزة على الجبل لكن استخدم نفس الأسلوب الرب يسوع بيستخدم نفس الأسلوب في أماكن كتير فعلينا إنه نبذي المجهود علشان نقدر نفهم الكتاب إذا كان قصد يسوع مش حرفي في الجزء الأولاني يعني الشهوة ليه أفسر حرفي في الجزء الثاني عن الطلاق يعني لابد إنه بقى فيه اتزان في التفسير خلينا أقول لك خمس أجزاء هامة يقصدها الرب يسوع يعني خلينا نسأل طب هو طب أصده إيه بالشهوة إذا كان قصده مش ما هوش حرفي ويبقى قصده إيه خمس أجزاء سريعة يسوع عايزنا نتعهد كامل ليه ونكون تلاميذ تابعين للملكوت عايزنا ملح ونور للعالم اللي هو في بداية على فكرة ماتة خمسة أعدد من 13 أظن ده كان سياق موعزة على الجبل إنه نحن نكون تلاميذ في الملكوت تاني حاجة عايزنا نفسر كلمات ومش حرفي عايزنا لأن الحرف يقتل الروح يحيي وكانت دي لغة العصر على فكرة دي كانت اللي عاش فيه ما كانش عندهم لا تلفزيون ولا صور ومشاهد نقدر نحطها جنب الكلمات بتاعتنا ولا حتى يعرفوا يقروا أغلبهم ما كانش يعرف يقرأ فكان لابد من استخدام صور بلاغية علشان فيها نوع من المبلغة الأدبية مبلغة أدبية علشان يوصل لهدفه كان أغلب الموجودين زي ما بقولوا اللي يعرفوا الإغاية ولا الكتابة فاستخدم هو الصور دي ومشهورة جدا على فكرة في الوقت ده تالت مقطع إذا كان يسوع بيتكلم في الفصل في نفس الفصل عن زن العين وإنه مش زنة فعلي وبيعلم أن الزواج بعد الطلاق هو زنة خلينا نساوي بين الاتنين أن نكون عادلين في تفسير بنحترم كلمة الرب علشان إذا كان هو بيتكلم بطريقة مجازية يبقى الفصل خلينا إلا لما يجي يتكلم بقى عن الحاجات الروحية ده نفسره حرفي مش كل حاجة نفسرها بطريقة روحية أنا بقول بعض الأجزاء تفسر تفسير حرفي لأول ما يبتدي يتكلم عن الروحية أول ما يتكلم عن الحاجات الخاصة حتى بالشريعة لكن ما نجيش لكل فصل ونحاول نفسره تفسير حرفي خليني أبسط الأمر شوية للمشاهد المسلم أخواتنا المسلمين دايما الحقيقة بيتأثروا جدا بالمعاذة على الجبل لأنه ودايما هناك حال التعجب يعني مشهور مثلا عن الشيخ طيب أنه كان عامل زماني يعني لما كان بيتكلم كويس عن المسيحيين كان عامل فيديو بيتكلم فيه أنه قد إيه وبيتأثروا بيبكي من المعاذة على الجبل لكن يقف المسلم أمام المعاذة على الجبل على أنها شيء صعب المنال لأن المسيح بيرتفع بنا من الجسد إلى الروح في كتير من تعليمه في علامة المعاذة في الجبل الغفران محبة الأعداء إزاي أن الواحد إذا عثرتك عينك دي أنه ربنا عايز ترقب قلبك قبل عينك صحيح يعني المسألة مش صعبة قوي كده هي هنا الرب بيتكلم على أنه عايز يرفعنا من العيشة في الجسد إلى العيشة في الروح لما نبقى تلميذه زي ما حضرتك قوله أما تبقى تلميذ حقيقي صحيح صحيح ليه محدش فينا بيروح واخد إزازة خمرة ويشربها ويروح ركب العربية ويسوق ويقتل حد مع أنه في حرية في مسؤولية لكن في مسؤولية عارفين أن القانون ده صعب ده مش فتح باب للطلاق للطلاق لأي سبب والأسباب تفهى لكن رأيي أن الكنيسة لا تقرر موضوع الطلاق أي موضوعات شخصية إحنا نساعد فيها الناس أنهم يكبروا في الإيمان ويقرروا الحاجات لأن كل جزء مهما زادت الليحة بتاعة الحسنات والسيئات أو الأخطاء والصواب هتفضل تتغير هذه الليحة لأنها من وضعنا احنا لكن أننا نكبرهم في الإيمان ونخليهم هما يقرروا بنفسهم بالتالي يكون الطلاق قانون مالوش علاقة بالكنيسة السياسة والقانون حاجة بتاعة البلد والحاجات الخاصة بالإيمان حاجة تاني وبعدين نسندهم ونعددهم ونقف معاهم مهما كان قرارهم مصبوط وما يعني بلاش اللوم الكتير على شخص طلع احنا ما نعرفش ظروفه ايه ونتعلم من يسوع مش من ثقافتنا الثقافة كان هو على فكرة ضد الثقافة يام حاجات قالها ضد الثقافة خاصة بالنسبة للمرأة آخر حاجة وخامس حاجة أهم دور للكنيسة هو العمل على تحصين الناس ضد الطلاق تعليم الناس المتزوجين والمخطوبين تعليمهم الزواج الناجح إزاي أحافظ على العهد اللي أنا أخدته حل المشاكل في بدايتها الجرأة في تحويل المشاكل الكبيرة في الزواج إلى الناس المتخصصين مش كل حاجة الأسيس يعرفها يا ما بيجي لناس بيكونوا بقى لهم عشرين سنة بيتخنقوا كل يوم مع بعض دي خلاص دي مش أنا اللي أقدر أفتي فيها وما أقدرش أساعدهم بحولهم لأطباء نفسيين أو ناس متخصصين اجتماعيا على الأقل بالزبط كده اجتماعي في الأمر ده وكلنا لابد أن احنا نتواضع ونقول أن في حاجات ما نعرفهاش في حاجات نعرفه وفي حاجات ما نعرفهاش في حاجات تغذي روح الزواج ما ينفعش يعني ما ينفعش أننا أفضل عايش على نفس الحاجة وفي عندي مشاكل في الزواج لابد أننا نقف وقفة نقف وقفة مع بعض كأزواج ونحاول نحل المشاكل دايما في حضرتك تكلمنا عن عدة أسباب يعني للطلاق أنا عايزة أحط يعني سبب هام جدا هو يعني البطانة لكل الأسباب اللي حتيجي للطلاق وهو أنه أحياناً كتيراً إحنا بنبحث عن بدائل لله في علاقاتنا وفي حياتنا إحنا بنبحث عن شيء يملانا غير المصدر الأول محبة الله معرفة الله الشبع بالله وأنه كمان يعني لما بنقول أنه فيه مشاكل في الزواج إذن فيه خطية مستخبية سموة في مكان ما وده بيؤدي إلى انكسار البيت ده صحيح طيب تسمح لي أخذ مكالمة سريعة يمكن عندنا عابر الأخ بولس أهلاً بيك أخ بولس الرب يبالك عندك سؤال للأسيس مساء الخير أخيماني ومساء الخير عزيزك الكريم أهلاً مساء النور أهلاً بيك بالنسبة للطلاق اللي هو في المسيحية صراحة أنا حطت لي عنوان أنا حاز أحط له كده عنوان مكي تفضل الطلاق في المسيحية أنا بسميه آآ الطلاق الشرعي والجواز في المسيحية أنا بسميه الجواز الحدي مكي لأنه ما ينفعش الطلاق آآ في المسيحية الواحد يطلق على أي سبب لأن الطلاق في المسيحية الطلاق في المسيحية أقوى الجواز في المسيحية الأول ده بمثابة عهد بين المرأة وبين الراجل لا يحق لأي أحد فيهم إن هو لنقض العهد ده إلا بشروط معينة وأسباب جوهرية طيب أنا عارفة أنت سمعت الحلقة اللي فاتت وحضرت الأسيس كلمنا في الموضوع ده إنت عندك سؤال بالتحديد للأسيس النهار ده يا بوليس لا أنا بس بكت بس بحب أعلق على الموضوع الجواز الجواز المسيحية زي ما أردت لك ده عهد عهد موثق ما ينفعش أخل بي أما الناحية الثانية بقى اللي هو الجواز اللي هو في الإسلام ده ده مش جواز أنا بعتبره ده زينة طيب بس أنا أقول لك حاجة يا بوليس أنا عارفة أنا مبسوط أنك اتصلت لأنك عابر وبتعبر عن الخلفية اللي تعلمتها ويه اللي الرب غيره فيك بس أنا عايز أقول لك حاجة كمان أنه ربنا قدس الزواج في كل أحواله أو في معظم الأحوال المعروفة يعني فحتى الزواج في الإسلام مقدس أمام الله مدام اللي اتنين عايشين مع بعض بأمانة أنا بشكرك وخلي الأسيس كمان يعلق على مكلمتك الرب يباركك هقول لك حاجة شكرا لك أخي بوليس الحقيقة هجوب على سؤاله في جزء على ما أعتقد هنتكلم فيه بالنسبة لبعض الأسئلة هنتساءل وهنحط أسئلة مش بس قدام الأخ بوليس لكن قدام كل المشاهدين وأنا نفسي بحطها قدامي وأحيانا مش قادرين نوصل لإجابات ففي أسئلة بتخلينا نتحرك يعني هل الجواز ثابت طب بس الرب يسوع قال لا قال لا في حالة يحدث فيها الطلاق وما فيش مشكلة تقصد أبدي يعني هل الزواج دي أبدي هل الزواج أبدي لا وإحنا في السماء مش هنبقى أزواج المصبوك مش هنبقى فيش لأنها وبالتالي وبوليس قال سبب تاني عليه فهنشوف الأسئلة دي وغالبا هلمس جزء كبير من اللي قاله الأخ بوليس ممتاز كنت حضرتك ابتديت تسألي وتكلمي عن أسباب الطلاق أيوة كنت بتكلم عن أنه البحث عن بدائل لله في حياتنا مظبوط نعم ووجود خطية صحيح نعم صحيح فأنا يعني بعد ما يعني فكرت وقريت والسؤال ده رائع ونفسي نبص بس فقط على بعض الأسباب اللي بتسبب الطلاق أي وهما اللي أنا شايفهم من خلال خبرتي وشفت خلال الناس اللي هما عندهم مشاكل وخلال إراياتي كمان فهشوف بعض الأسباب منها اللي بتسبب الطلاق نمر واحد الزنا أسوأ حاجة للزواج هو الزنا ودي الحاجة نمر واحد لما واحد من الطرفين لا يجد اكتفاء في العلاقة الجنسية الجسدية بيبتدي في البحث خارج الزواج عن الاحتياج ده لكن ده مش غلطة الطرف الآخر ده مش سبب للخيانة الزوجية في الحالة دي دي فرصة للنقاش بصراحة ومحاولة إيجاد الحلول المشكلة أن اللحظة للأسف الشديدة اللي بتفقد فيها الثقة بين الزوجين بيبقى صعب أنها ترجع تاني حاجة مشاكل مالية المشاكل المالية قد تكون سبب في الطلاق إذا ما كانش فيه اتفاء على مين يساهم في إيه ومين هيعمل إيه وعلى أساس قيمة المال بالنسبة لكل واحد من الزوجين هل المال ده هو أهم حاجة في الدنيا ولا المال ده وسيلة علشان الله ادهالنا علشان نعمل بيها خدمات الحقيقة دي مهمة جدا لأنه كتير من الناس ما بيحددوش موضوع الاختلاف على الماديات كأساس للطلاق يمكن في الإسلام عندنا دي أسهل يعني الستي قولك ده ما بيصرفش ده بخيل مش عارف إيه لكن في المسيحية احنا عارفين احنا كل حاجتنا مع بعض لكن ما بنحطش ده كنقطة هامة يجب أن تعالج قبل الزواج ونتفق عليها عشان ما تبقاش مشكلة بعد الزواج صحيح تالت حاجة مشكلة الكميونيكيشن التواصل مع بعض من واحد على فكرة أو من الاثنين ممكن تكون التواصل بصراحة وشفافية وبسرعة لكن باحترام كتير أقول للمخطوين حاكتين مهمين قوي اوعى تنسوهم كل يوم في حياتكم المحبة والاحترام مزبوط تالت حاجة بفكرهم بها أنهم مش لازم كل يوم بس تبقى دايما في ذهنهم التواضع مع بعض المعاملة مش أنا الزوج يبقى أنا الآمر الناهي أو مش أنا الزوجة يبقى أنا معالياش غير بس أن أنا أحب يعني يعني أو أن أنا أخضع كل دي كانت لحالات ونتكلم ونفتحها أنت أنا مهمتي إيه المناقشة احترام المناقشة رابع حاجة الجدال والخصام اللحظة اللي بيبتدي فيها صوتنا يعلى دي لحظة غضب ولازم تبعوا تماما الجدال المستمر أن شخص من الطرفين عنده مشكلة وشايف أنه مش شايف حل يعني طب بس فيه ناس تقولك طب ما عادي يعني إحنا بنتجادل بنتخنق ما ده عادي هل ده ممكن يبقى عادي لا العادي إن إحنا نتناقش لكن اللي مش عادي الجدال والخنان في العالم ألب مفاهمنا بالضبط لأنه أولاد الله مش يازم يتجادلوا هي المسألة مش خنائة بالضبط ممكن أقول نقطتين مهمين على الحد برتك قلته برضو إنه في الثقافة بتاعتنا مفهوم إنه الاحترام الراجل يطلب الاحترام والست عادة ما لا تتلقى الاحترام في العلاقة الزوجية يعني عندي مشاكل كتيرة بسمع من ناس مسيحيين كنت أعرف واحدة صاحبتي جزها يعني سامحوني في الكلمة ما كانش بينادلها باسمها كان بيقولها يا حمارة يعني ومسيحي وبيحضر الكنيسة بس جوة البيت ده اسمها فالواقع إنه في حاجات يعني إحنا بنقول ممكن تكون ما تكونش موجودة في البيت المسيحي لكنها موجودة طب تعمل إيه الست اللي بتعيش تحت هذا العنف واللفزي وممكن يكون ما فيش عم في الجاسة دي بس في عم في نفسي ولفزي طبعا دائم كل يوم دي خطر نعم ما فيش مرة الرب يس هو غير يحترم ويحب الشخص حتى لو كانت زانية وأمسكت في ذات الفعل نعم كل اللي كانت سأل وهو قلها هو ما تكلمش معها في الأول لكن في الآخر لما لقاها هم مشيوا بيقولها أما دانك أحد قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا أو دينك اذهبي ولا تخطي المشكلة إن احنا مش بيدعى علينا اسم الرب يسوع لكن غالبا ما نعرفه شوه شخصي مأساة أنا حرج على النقطة دي بعد ما حدشت أتخلص كل الأسباب لإني عندي سؤال مهمة عليها خامس حاجة زيادة في الوزن دي قد يظن الناس إنها مشكلة سطحية لكن دي بتقلل شوية العلاقة الجسدية والجنسية أو بتخلي فيه عدم ثقة بالنفس وعلى فكرة كل الحاجات اللي أنا بقولها دي ليها علاج كل المشاكل دي ليها علاج كلها تبقى بسيطة أو تبقى صعبة لو أنا مش قادر أتحكم فيها سادس حاجة توقعات غير معقولة اللي هي unrealistic expectations كتير من الشباب بيدخلوا الزواج ومتفكرين حاجة ومش عارفين هل دا صح ولا غلط ويفجأوا بحاجة تاني فإحنا من عامة الكولتشر بتاعتنا الرجل يبقى داخل فاكر إنه هيتجوز هيبقى شهريار وهي كل يوم تحكيله حكاية وحدوتها وتأكله وتشربه وكده لكن الواقع غير كده هو داخل عايز ياخد لكن الزواج عطاء صحيح صحيح سابع حاجة برود في العلاقة العاطفية أحيانا لما تقل المشاعر أو يحصل برود في الهواطف كأن شريك الحياة أصبح غريب وبيتعابل مع بعض وده بيؤدي إلى سرعة نهاية الزواج الزواج بيفشل في الحالة دي ثامن سوري معلش أول العلاقة العاطفية تقود إلى العلاقة الحميمة صحيح عندنا مشاكل كبيرة في العلاقات الزوجية عندي بسمع مشاكل من الناس بيتكلموا عن علاقات حميمة انقطعت لسنين فاتت وما فيش كلام فيها ما فيش حوار فيها فهل المسيحين بيعتبروا ده من الأدب يعني يعني هل في موانع أنه الناس تتكلم عن إذا كان السبب عاطفي أو جسدي أو يعني حدرتك تنصح بإيه في الحتة الحقيقة كل حاجة في الزواج لابد أن تناقش كل حاجة تتفتح وما فيش خجل لأنه خلاص ده هما الاتنين متجوزين ده العلاقة ما فيش أسمى من كده وما فيش أكتر من كده جسدا واحدا جسدا واحدا واحد في المسيح بالضبط فإيه الخوف وإيه الخجل حتى لو في مشاكل تتحل المناقشة فما أعتقدش أنه وبعدين نشكر ربنا في العصر الحالي يمكن الجيل بتاعي كان في وقت نتكسف من الحاجات دي لكن حاليا خلاص كل الأبواب تفتحت اليوتيوب والويب سايتس والحاجات دي موجودة ونقدر ندور فيها على علاج طبي أو علاج نفسي أو علاج يعني كل حاجة لها النهاردة علاج للأسف أنه كتير من الناس اللي بنتعامل معهم السيدات اللي أنا بتكلم معهم أو أحيانا الشباب مش بلاقي أنه حصل تغيير في الثقافة يعني حتى مع أنه إحنا دلوقتي في عصر حديث لكن ما فيش تغيير في الثقافة اللي طالعين متربيين عليها خاصة عند المسيحين العرب أكتر العراقيين الأردنيين عندهم ثقافة راسخة لدور الست ودور الراجل متأثر تأثير مباشر بالثقافة الإسلامية فده بيمنع كتير وبيحد كتير من النقاش والاحترام والكلام ده كله والثقافة اليهودية على فكرة متأثرين إحنا بالثقافة كمان اليهودية والإسلام أخذ منها مباشرة تامن حاجة عدم وجود تساوي في المسئولية وده برضو لازم يكون واحد من الطرفين غالبا يعني بيكون واحد من الطرفين بيقوم بكل الأعباء والطرف التاني ما بيشاركش بنفس القدر أنا مش علي أشتغل وأرجع البيت أنام دي مفاهيم خاطئة يعني المشاركة في العمل شيء هام جدا في الحياة حتى في الحياة حتى في وجود أطفال يعني الأطفال نديلهم مسئوليات على قد عمرهم كل واحد كل عضو في العيلة لما بيجي لنا ضيف في البيت احنا نقول له انت أول أسبوع ضيف لكن بعد كده انت جزء من العيلة بمعنى إيه هتغسل معايا لطباق لو أنا ونقف نتكلم وندردش تطلع تشتري لنا حاجة من برة خلاص بقيت من العيلة من العيلة يعني بتساهم في العيلة بتربية الأطفال أيضا اللي حضرتك بتتكلم عنها أو عموما التوقع أنه الإنسان يتعامل كإنسان مسئول كامل صحيح ودي مش في ثقافتنا قوي برضه فيعني احنا بس بنركز على النقط اللي لازم للمستمع والمستمع النهاردة لو أنت شايفة أن ده مش بيحصل فعالتك غيري في إيدك أنك تقفي قدام الرب وتقولي له رب أنا عايزة تغيير كامل فعالت عايزة تغيير كامل في قلبي عايزة تضع في قلبي عشان أشوف أنا أتغير إزاي الأول وأكون باب مفتوح للنقاش والحوار والتغيير في بيتي نمرة تسعى إيذاء نفسي أو جسدي أو جنسي والحاجات دي للأسف هي حقيقة مرة حقيقة بس مرة بسمع عنها باستمرار ده لا يعني بالضرورة أن الظالم الشخص المؤذي هو شخص شرير ده يعني أنه ممكن خالص يبقى عايز بس علاج في مشاكل الغضب مشكلة في الشرق الأوسط رهيبة وفيه النهاردة يعني anger management classes فيه حصص للدراسة لأنك أنت تخلي نفسك مش بتغضب عشان يكون عضو سليم في العيلة في حلقات كتير اتكلمت عن موضوع التعنيف الغضب اللي حضرتك بتتكلم عنه الأسرة أحياناً بتشجعه الزوجة اللي تقول معلش هستو متنرفز النهاردة يعني الكلام ده بشوفه كتير بنبقى عاديين في اجتماع مثلاً واحد يقوم يسمع كلمة ما عجبتهش يروح قاين مثلاً رامي الطبق ولا حاجة بتحصل بتقول معلش هستو نهاردة تعبان ومتنرفز بنشوف أعذار غريبة جداً يعني فإحنا كمان الست مش لازم يعني تساعد بالتبرير ولكن تساعد بالعلاج بالمحبة بالصلاة باللجوء إلى المتخصصين صحيح صحيح عاشر حاجة وآخر حاجة لكنها من أهم الحاجات في الطلاق حدث كبير في حياتهم في حياة الزوج والزوجة مثلاً في الشرق الأوسط لأنه بنهتم قوي بالدين يقول لك شعب متدين ما عرفش ولا يقول لك إحنا متدينين لما بواحد بيغير الدين بتاعه بيبقى حدث كبير ويكون سبب في الطلاقة في الشرق الأوسط لكن عموماً في كل مكان وفاة طفل أو حد من الأولاد أو مرض خطير لواحد منهم أو عدم الإنجاب أو كذب حصل عن الحالة الصحية كانت هي تعرف قبلها وما شاركتش معاها وقت الخطوبة واكتشف هو بعد كده أو هو هي أو هو أو الظروف المالية كان فيها كذب أو الظروف العائلية كان فيها كذب لكن الغريب جداً أن بعض الحاجات دي زي مرض خطير مثلاً حصل كان ممكن جداً يسبب في تقوية العلاقة يعني أنا عرف كابلز ممكن الكانسر سبب علاقة أقوى لكن مع ناس تاني بيسبب انفصال أو طلاء يعني بتعتمد على الحالة دول العشرة أسباب اللي أنا شايف أن هم مهمين جداً وبيسببوا الطلاء سؤال مباشر عن الأسباب العشرة والأكتر كتير من كده إيه الأسباب اللي تعالج أو حضرتك قلت كتير عن الأسباب دي إنها ممكن تعالج حتى الخيانة حتى الخيانة ممكن تعالج بالغفران والشفاء وكده مصبوط إيه اللي لا يعالج من أصعب الحاجات اللي هي بعد ما بتحصل بتخلي الشخص الآخر يفقد الثقة هو الزنا دي مش بقول إنها لا تعالج لو الزوج زنة هافترض لأنه هو الرب يسوع فرض افترض إن الزوج هي اللي زنت لكن أنا هافترض إن الزوج اللي زنة على فكرة النهاردة تعداد دول زي دول بالزبط تقريباً عدد الحالات اللي كلمتني في وسط الأسبوع كده وكده بالزبط 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 في رأيي أنا هافترض جدلاً إن الزوج زنة عشان أنا راجل فيه هافترض إن ضد يعني لو في حالة الزوج ما بيزني ليه هو علاج وهي تستطيع الغفران نعم يعني زي ما حضرتك قلت بالزبط لكن في نفس الوقت بيبقى صعب جداً إن الحالة ترجع زي ما كانت إلا إذا خدوا هما الاثنين courses دراسة عميقة جداً عن إيه اللي يحصل بعد كده فيه ناس متخصصين نعم بالزات في المواضيع دي وشفاء روحي وشفاء روحي بالتأكد طبعاً طبعاً الشفاء روحي ده نمرة واحد بعض الحاجات التانية زي ما أنا قلت الإذاء النفسي والجسدي غالباً الإذاء النفسي خاصةً أعتقد إن إحنا تكلمنا عنه في الكورس بتاع الأخلاق المسيحية اللي هو اللي هو جاسلايتنج أيه الجاسلايتنج دي حاجة جديدة ما كناش نعرفها من 20 سنة الجاسلايتنج إن شخص يقول لمراته تبقى جميلة أي بس وهو متجوزها عشان هي جميلة على فكرة وأيام الخطوبة كان بيقول لها كلام رائع لكن يقول لها حاجة يفضل يقولها لها كل يوم يقول لها حمارة يقول لها أنت مين كان يتجوزك ده أنا اللي كل يوم يقول لها حاجة ومش موجودة فعلاً فيها لحد ما هي تصدق الكلام اللي بيتقال الجاسلايتنج ده رهيب الإيحاء بإن ده يتقال الإيحاء بالظبط يعني بالظهر وده تدمير لنفسية الإنسان سواء كان الراجل أو الست وفيه ستة تقدر تفضل تقول راجل يعني دي فضيعة دي كلمة صعبة قوي قوي بالذات بالنسبة للرجل الشرقي وحتى لو مرة ما بينسهاش يعني يعني طيب في العنف موضوع العنف أسأل حضرتك في الموضوع ده لأنه كتير عندي ناس بيروحوا للأستيس يقولوله أنا معنفة بيدربني يعني مثلاً وهم جوة كنيسة كويسين وما فيش أي حاجة لكن بيدربها في الأستيس يقول لها ما عايش تستحملي هنقعد معاه هنتكلم معاه وترجع تاني مضروبة ومتخرشمة وبعدين تقول خلاص أنا مش قادرة أستحمل يقول لها ده صليبك أنا أه لك أنا أقول لك رأيي لأن أنا عايش في أمريكا وفي الغرب وده طبعاً ممكن حد لو يسمعني من الشرقي الدايء أنا في رأيي من أول مرة تطلب البوليس ده رأيي هو مش هيتوقف عن هذه العادة غير لما هز جمضة تحصل أنا في رأيي أن هي تتناقش معاها من البداية من بداية الزواج أنت عندك مشاكل هل عندك هي تقدر تلاحظ على فكرة أيام الخطوبة لو عنده مشاكل غضب لأن اللي بيرمي طبقه قدام الناس ده بالتأكيد بيعمل حاجات أكتر بكتير من وراء الناس فده رأيي أنا رأيي طبعا أن أنا ما فيش رجوع عندي إلا لما يروح يتعالج من اللي بيعمله بدائلنا في الشرق إيه؟ بدائلنا في الشرق؟ البدايل في الشرق عندنا ستات فقرة عايشين هما وجوازهم يدوب على الأد لو قامت وثابت البيت مين هيأكلها ومين هيشربها؟ أنا من رأيي أن تعليم الأسوس الأول تعليم الأسيس أنه مش العلاج أنك يا بنتي ابن الطاعة تحل عليه مش عارف الكلام اللي بيقولوه وإنت يا ابني هدي سرك معاها مش ده العلاج العلاج أن يشوفه حد في الكنيسة يكون متخصص طبيب نفسي ودلوقتي انتشرت الحكاية دي ما بقتش عيب أن الواحد يروح لطبيب نفسي ليه صديق أسيس أول زيارة أزوره فيها في كنيسته واقف في الطبور الناس اللي بتسلم عليه لحد ما وصلتله بيقول لي تعالى عرفك بمجموعة أول واحد عرفني به قالي this is my psychologist ده الطبيب النفسي بتاعي ما بقاش في عيب هل النهاردة الكنيسة ممكن تعمل يعني أنا في ذهني كده أنه الكنيسة إخوة في الجسد بيعضدوا بعض في كل احتياج طبعا فمش بس الاحتياج المادي ولكن الاحتياج للعلاج النفسي يعني فيه المثل الشارع يقول يقول إيه اللي مالوش دهر يتضرب على بطنه يعني واللي مالوش كبير يتعمل له كبير أيها فالكنيسة لازم تجد مين اللي يقف للست اللي بتتضرب كل يوم دي ويبقى الكبير اللي لازم يواجهه هذا الشخص صحيح ولكن فيه نوع من الأنانية والتغطية في الأمر ده يعني يريت أسمع من أسس وخدام يبعثوا لنا ويقولونا أنتوا هتعملوا كده يعني أو أنتوا هتبنوا مجتمعات تعضد المرأة المعنفة في الحياة الزوجية يعني ودروس للأسوس يعني نفسي نتواضع نعم مش كل حاجة احنا بنعرفها ومش كل حاجة أنا أدخل فيها حتى لو الكنيسة يعني أنت المثل الذكرتي بتقولي أن ما عندهمش إمكانيات كبيرة الكنيسة تساعد في الحاجات دي هل تجيب بقى طبيب نفسي يعود في القرية لو كانت قرية ويدرس ليهم البداية بتاعت الهيئة الإبطية الإنجلية في مصر كان بداية رائعة وما زالت على فكرة بس أصدق كانوا بيعلموا الستات كانوا بيعلموا المرأة في الريف تقرأ وتكتب يكون لها شخصية تقدر تدافع عن نفسها وتقول لأ لحاجات يعني أحيانا لما الست بتقول لأ في الشرق الأوسط بتتهم بأنها مش عارف خرج عن اللي صوتها عالي صوتها عالي وكلام دا كله لكن الحقيقة أنه في بعض المنظمات دلوقتي بتعمل تعليم للمرأة صحيح في أنها تعرف هويتها مع الله هي مين مع ربنا هي مين في عينين ربنا فلما تشوف المعاملة المعاكسة لده هتعرف أن دا مش من ربنا صحيح خلي حضرتك تكمل النقطتين اللي عايز تكملهم وعندي سؤالين كمان لا أنا خلاص هما دول الأسباب اللي أنا شايفهم العشرة هل في توجيهات تانية تحب تضيفها للكنيسة؟ عندي أسئلة بحس أنها أسئلة مهمة ومحاولة للإجابة أحيانا ما بنعرفش الإجابة إيه وخلينا لما نجاوب مش لازم نكون قاعدين على كرسي عالي نجاوب منه دي أسئلة مجرد أننا الاستثنائين اللي هم قلناهم المرة اللي فاتت استثناء اللي هو الزنا اللي قاله الرب يسوع والاستثناء التاني أن الترك أو الحجر اللي قاله الرسول بولوس لكن في أسئلة تانية غير كده كل ما بيتقدم بنا العصر كل ما بيجي لنا أسئلة إيه اللي يحصل لو أن الطلاق حدث لأسباب غير السبابين دول وحصل حصل طلاق تعمل إيه الكنيسة فيه السؤال التاني إيه اللي يحصل لو الزواج أو الطلاق حصل قبل ما الشخص يبقى مسيحي بالضبط ودي في حالة العابرين في حالة العابرين حالة مهمة الجواز طلاق حصل قبل ما الشخص بقى مسيحي ورجع تجوز تاني صحيح أيضا هناك كنائس أو مجموعات تنظر ده بعين يعني شوية فيها حكم يعني ولو حصل طلاق تاني في حالتي أنا اطلقت من زوج مستم وتجوزت زوج مسيحي ولكن مشي فاطلقت تاني هل الأشخاص اللي زي كده ممكن يتجوزوا تاني مش بقول إن أنا هتجوز تاني بس هل الخاص اللي زي كده يتجوزوا تاني ولا لا أو نظرة الكنيسة للأمر ده بالضبط أسئلة أنا في رأيي ما أقدرش طبعا أحط قعدة وأمشي عليها كل حالة ليها ظروف معينة بس حذرتك المرة اللي فاتت حطيت قعدة صحيح فكري اللي هي بقى قعدة إنه المخطئة صحيح دي قعدة دي قعدة طبعا واحد مراته ثابته خلاص غلطت عندها علاقة تانية وثابته مظبوط يتجوزوا ولما يتجوزش ليه يفضل عايش في حالة الوحدة والألم دي على فكرة ده مجرد رأيي ومش عايزين قدس القعدة مظبوط يعني هذا الرأي طب خليني أنا أقول حاجة تانية أنا قلتها برضو الشخص المخطئ اللي زنى بسأل دايما سؤال هل توجد خطيئة افترض إنها خطيئة وخطيئة كبيرة جدا هل توجد خطيئة كبيرة على صليب المسيح؟ طيب يبقى إذن هذا الشخص حتى المخطئ بيغفر ليه ما هيش الخطيئة التي لا تغفر ومدام غفر ليه لما الرب غفر ليه أنا مين عشان آجي أقول له لا انت عملت وعملت وعملت فما قدرش أدخل لك في الخدمة الغفران يسبقوا توبة ومدام في توبة حقيقية صحيح إذن يعني الباب مفتوح لغفران الرب احنا بقى لما بنعرفش نغفر للناس اللي حوالينا وده السؤال اللي أنا كان أصدي بيه على فكرة أنه الشخص المزن بتاب لكن الطلق تم بالفعل يعني نعمل معا إيه؟ سؤال كمان هل يستطيع شريك الحياة وقع في تعصف جسماني؟ على فكرة تعصف الجسماني مش بس تعصف جسماني بيصيب الجسد دمعاب وراه حاجات بتتبعه نفسي ومنتلي هل يعني هل نسمح للشخص ده أنه يسيب الزواج؟ هل يقدر الطلاق؟ هل يقدر هو أنه يطلق بعد ما فشلت كل الحلول التانية؟ هل يفضل غير متزوج ولا يقدر يتجوز؟ كل دي أسئلة نفس السؤال بس بطريقة تاني إذا تعرضت الزوجة وبعض الأحوال على فكرة الزوج بيتعرض للعنف إلى تعصف نفسي جنسي جسدي هل تخرج الست أو الراجل من الكلام ده عشان تحافظ على نفسها وعلى الطلاق وعلى الأطفال؟ حتى لو كان ده يؤدي إلى الطلاق أي خطية في رأيي هي قابلة للغفران بدم المسيح الخطية الوحيدة اللي هي التكديف على الروح القدس ودي خطية كلنا عارفين أنها مش كلمات لكنها عمل عمل معين عادة بيتقل الزوجة أنت نحن نتشبه بالمسيح إذا بقينا في عذبنا دي أسوأ مصيحة وبيساء فيها لأنها بتتعذب جسمانيا وبالتالي بيخلوها تتحمل ذنب وخزي الموقف كأنهم هم بيحققوا هدف مجيد حتى تقولت خزي الموقف دي فعلا حاجة تبدل حسنا طب أنا ما عملتش كفاية بالضبط الرسول بوتروس بيدينا مثال عن تحمل المسيح للألم في بوتروس الأولى ثلاثة لكنه لا يوجهنا أن احنا نقبل العنف العبد أيامه كان بيتحمل آلام صحيح لكن كان بس ما كانش يقدر يهرب النهاردة بولوس كان صحيح لما كان بيعز على الإنجيل حتى أمام الاضطهاد وكان على صواب لما كان بيهرب من الاضطهاد أعمال 9 وأعمال 14 وأعمال 14 17 يسوع نفسه اعترض على اللي الله تموم إذا كان في وسيلة أن نهرب من اللي نحن فيه أو نجد حلول من خلال العلاج للحاجات دي يبقى نتجه إليها بيصعب علينا أن نحن نحكم بين الطرفين طالما أن المسألة نظرية أنا مش شايفها يعني لكن بلا جدال في أمور ما ينفعش فيها أنهم يستمروا في العلاقة في مثل الغفران اللي تكلم عنه المسيح روح للكنيسة روح لإخواتك والطرف اللي بيرفض في الآخر الرب يقول لنا ليكن عندك الوثني والعشار هو رفض العلاج رفض التوبة خلاص لازم يعني أنا الحقيقة دايما بيجي في ذهني كلمة الرب أنه جاء ليعطينا حياة وحياة أفضل صحيح هو حيث حياة أفضل لنا مش لازم نعيش تحت قيد العبودية دي فاضل دقيقة حسبها لحضرتك خليني أوجه كلمة لنفسي وليكي أخت أماني وللمشاهدين هنا نظرة رعاوية خلينا نركز مش على الاستثناءات خلينا نركز على التحصينات التحصين ليه فيه ناس عندهم زواج ماشي وكويس وحلو لا يوجد زواج على فكرة كامل لكن فيه زواج ناجح إزاي الزواج يبقى ناجح؟ الزواج الناجح يأتي إننا نعد أيام الخطوبة الشخصين اللي هيتجوزوا دول وندي لهم مشورة لكن في نفس الوقت لما تحصل مشكلة نعود الناس إن المشاكل تتحل أفضل وهي المشاكل الصغيرة أمين أمين أشكرك من كل قلبي على وقتك ومحبتك وكلمات النعمة الرب يبركك وتعدنا بلقاء آخر بإسم يسوع أحبائي على فكرة العشب مش دايما أخضر في الناحية التانية إذا كان في حياتك وحياتك باب مفتوح للخطية اقفلي اليوم وضعيه أمام الرب وحطي توبة وحط توبة أمام الله والله يديكم أنتو الاتنين بداية جديدة إذا كان مع بعض أو مش مع بعض ولكن المهم أنكم تبقوا في المسيح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر